اشتركوا في القناة والمنتخب الجزائري والمنتخب الجزائري كان يحتاج يا اما الفوز يا اما التعادل من اجل الصعود الى الادوار القادمة ومبرك للملتخب الوطني الجزائري ولكن رغم هذه الفرحة وهذا الفوز للملتخب جزائري امام نيجر الا انه هناك العديد من النقطة السلبية سنحول ملاقشتها في هذا الفيديو ان شاء الله ولكن المبرك للملتخب الوطني الجزائري للملتخب نيجر التي كان عندهم مستويات Coalition يعني بعدما ان سجلوا علينا هدفين مقابلة وللشيء ولكن المنتخب الوطني الجزائري نجع في النتيجة وعدنا النتيجة بطبيعة الحال. اما ايضا اذا ن Hast MATT فمن جمعات المنتخب الوطني الجزائري فيها المنتخب المصري. كما قلنا جزائر نيجر موريطانيا المنتخب المصري يعني في المرتبة الاولى برصيد تسعة نقاط ما شاء الله عليهم. بينما المنتخب الجزائري في المرتبة الثانية برصيد اربعة نقاط هؤلاء فارقين وهذا المنتخبين هم اللي راح كي سعدون. بينما أيضا نيجر ومنتخب موريطانيا سقطوا وأقصوا يعني رسميا من هذه البطولة بطولة كأس العرب فالنقاط السلبية التي وجدتها في هذه المباراة بطبيعات الحال هي كثيرة جدا ومتمنوا أنه رح تتصحح لأن المباراة القادمة يعني ما فيهاش رحمة المباراة القادمة رح تخسر رح تخرج من البطولة مباشرة وأنا كنت متوقع بشكل كبير خاصة بعد الشرط الأول أن المنتخب الجزائري يعني لن يسعد إلى الأدوار القادمة على العموم يعني المباراة يعني بدأت بحرارة للمنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب نيجر نحن كنا نضغط نحن كنا نعمل الهجمات المرتدة كنا نضغط عليهم في الدفاع الخاص بهم بينما هم كانوا غالقين اللعب علينا وأيضا نزا مشاهدين عملنا مباراة نوعا ما كبيرة ومباراة قوية ولكن يعني فيها العديد من الأخطاء ولكن قبل كل شيء دعونا أشارك معكم يعني تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري التي دخل بها محمد لصات في هذا اللقاء أمام منتخب نيجر صراحة يعني تشكيلة مغايرة تماما فيها نابل والناس هذا اللاعب حارس المرمى للمنتخب الوطني الجزائري تقدم لنا مباراة سيئة كان عنده حضور في قضية الميدان كان عنده ارتقاء عالي ولكن يعني الهدفين جاء بسبب هذا اللاعب وأيضا خط الدفاع الذي سنتكلم عليه بعد قليل بينما أيضا عدنا فايل أحمان أحمان فايل بطبيعة حال عملنا مع الانترفيو كان مصاب هذا اللاعب تم تعرضه للإصابة مجددا وخرج يعني في هذه المباراة صلاح بندريس رايان دحليس مهدي توانتي محمد زقاي وأيضا مصير أجعودي سامي محور وأيضا أمين سعيد نعصام بوعون فيها بعض اللاعبين نزل مشاهدين ما كناش شفناهم في المباراة الماضية فلهذا كان الجديد المنتخب الوطني الجزائري وجديد تشكلت المنتخب الجزائري في هذه المباراة وعلى أي نزل مشاهدين النقاط السلبية التي ما زلت أراها هو أنه التمرير التمرير لعب المتخب الجزائري ما زال لا يجدون التمرير بينهم صحيح يعني ما زالت التمريرات نوعا ما ليست صحيحة ولكن هناك نوعا ما إذا شاهدتم المباراة نوعا ما تحسن طفيف جدا مقارنة بين المباراة الماضية أمام موريطانيا وحتى منتخب مصر اللمسة النهائية دائما لا تكون واضحة للمنتخب الوطني الجزائري واللمسة النهائية شبه منعذبة للمنتخب الوطني الجزائري في هذا اللقاء للأسف الشديد وأيضا الهدفين الذين سجل علينا كان قادر حارسة المرمى يتفوق عليهم ولكن حتى الدفاع ما كانش يعاون هذا اللاعب ما كانش يساعد هذا اللاعب بمهاراته فالدفاع كان سيء اليوم من ناحية رأيي الشخصي الدفاع كان سيء جدا عن جميع الأسعيدة فقط يعني الظاهير الأيمن اللي عملت معاه يعني كما نقول انترفيو ليلة أمس كان عنده مستوى جيد ولكن عندما تعرض الإصابة يعني خرجه واستبدله وطبعا أصبح فريق المنتخب الوطني الجزائري في خط الدفاع يشكل يعني ثغرة كبيرة على مرمى المنتخب الوطني الجزائري وأيضا يعني تحية كبيرة لإخواننا منتخب نيجر لأنهم استغلوا جميع الفرص واستغلوا جميع الأخطاء والثغارات التي خلفها دفاع المنتخب الوطني الجزائري واستطاعوا أن يراوضوا المنتخب الوطني الجزائري في منطقة جزائنا وأيضا يسجلون بكل ارتياحية ولا يوجد أي مشاكل بينهم وطبعا حتى حارس المرمى لم يتفوق ولم يتصدى بشكل جيد فكان هذا اللاعب ليس في يومه يعني حراسة المرمى ما كانش في يومه بطبيعة الحال وأيضا في نفس السياق يعني أيضا الهدف الثاني للمنتخب يعني النيجر كان مدروس بشكل جدي وبشكل كبير جدا ضد منتخبنا وأيضا يعني ذلك الهدف جاء في الدقيقة العشرين الهدف الأول وحتى الهدف الثاني يعني كلا الهدفين مدروسين من هجمة مرتدة وأيضا يعني الهجوم بكتلة هجومية كبيرة يعني ليس فقط لاعب أو لاعبين مثل ما نحن كنا نصعد إلى منطقة جزائهم لا بالعكس بل كانت هناك عفوا يعني كتلة هجومية كبيرة مما سهل عليهم يعني فتح الثغارات وأيضا التسجيل بكل سهولة بينما أيضا منتخب نيجر كان منظم حتى في الخط الدفاع كان منظم في الخط الدفاع والمنتخب نيجيري والمنتخب نيجر كان أيضا يعني ساهم في قطع العديد من الهجمات المرتدة للمنتخب الوطني الجزائري واللاعبين اللي تقلقوا حسب رأيه في هذا اللقاء هو يونس أيت عمر صاحب الأسيس لعدنا اللاعب الزا مشاهدين الذي سجل الهدف الأول والثاني أما أيضا عدنا جعودي ماصيل واللاعب الثالث زا مشاهدين هو آدم دوغي طبعا الهدف الأول جاء من تمريرة حاسمة وليس بتمريرة حاسمة بل بتمريرة من أجعودي ماصيل إلى نجميل الجزائري يعني آدم دوغي وأيضا من آدم دوغي يعني سدد الكرة ورتطمت في دفاع المنتخب نيجر وأيضا دخلت الشباك وذلك حسب خطأ يعني من دفاع الخصم أي دفاع منتخب نيجر بينما أيضا زا مشاهدين الهدف الثاني جاء كما نقول من تمريرة حاسمة من يونس أي تعمر إلى آدم دوغي في الشوط الثاني وأيضا زا مشاهدين يعني في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لما ليش عارف عليش المنتخب الوطني الجزائري يجي حتى لللقطة الأخيرة والدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما أن يكون الخصم يكون مرتاح ويكون مطمئن باللي أنه راح يفوز وراح يصعد في يعني الأدوار القادمة ويأتي المنتخب الوطني الجزائري ويعني يحطن جميع أحلامه وكما شفته أزا مشاهدين يعني حصرة كبيرة جدا من لعبي منتخب نيجر بعد تلقيهم الهدف الثاني والتعادل لأنه نيجر كانت عندهم يعني نية الفوز وإذا ما راح يفوزوا راح يقصوا مباشرة فالتعادل لا يصلح لمنتخب نيجر فكان لازم عليهم يفوزوا أمام المنتخب الوطني الجزائري وطبعا يعني يستحقوا العلامة الكاملة في الشوط الأول ولكن لاعبي منتخب الوطني الجزائري الذي دخل في الشوط الثاني كل من يعني يونس أي تعمروا أيضا آدم دوغي قدمونا مباراة كبيرة فآدم دوغي يستحق رجل المباراة بما أنه يعني الهدف الأول جاء يعني بعد لمسة من هذا اللاعب آدم دوغي والهدف الثاني جاء من آدم دوغي نفس اللاعب والذي هو يعني يستحق العلامة الكاملة ويستحق رجل اللقاء بينما أيضا نظام الشاهدين كانت هناك بين قوسين العديد من النقاط والعديد من الفرص الضاعية على المنتخب الوطني جزائري كرأي شخصي مني نحن كنا أفضل من منتخب نيجر منتخب جزائري منطقيا كان أفضل من منتخب نيجر من ناحية الفنيات من ناحية العديد من النقاط ومن ناحية الاستحواذ على القورة من ناحية الضغط كنا أفضل من المنتخب نيجر ولكن النقطة السلبية كما قلنا هي الأنانية نوعا ما في التسديد نحو المرمى ما يلعبوش مع بعضيهم البعض ما يلعبوش بشكل جماعي مقارنة بمنتخب نيجر بينما أيضا يعني كما قلنا التمرير ليس بصحيح يعني التمرير دائما فيه مشاكل فنتمنون المنتخب جزائري هو نعم رفي تحسن ولكن نتمنون منتخب جزائري في الأدوار القادمة يعني ما رحش نزيد واجه هذه المشاكل لازم التمرير تكون صحيحة بين اللاعبين ولازم يتفاهموا فوق أرضية الميدان فهذا ما أتمنى شخصيا وكما قلنا يعني كانت هناك العديد من الفرص ولكن اللمسة الأخيرة يعني كانت شبه منعادمة إلا في حالات النادرة وتلك الحالات النادرة هي التي يعني صنعت التعادل في هذا اللقاء وصنعت المنتخب الوطني الجزائري ورسمت صعوده بطبيعة الحال يعني مدرب المنتخب الوطني الجزائري قبل هذه المباراة كان عنده تصريح محمد لاسات حيث يصرح قائلا لا أريد البحث عن الحجج ولكننا نفتقي 8 لعبين مهمين في تشكيلتنا خمسة منهم محليون والباقي محترفون في أوروبا وذلك بسبب التزامهم باجتياز شهادة البكالوريا وأنا حسب رأي زي مشاهدين والأنترفيو الذي قمته قمته به مع أحمن فايل يعني قال لبن لأنه المنتخب الجزائري يعني يفتقر إلى نقص التربصات يعني ملعبوش مباراة كثيرة وهذا مما أثر عليهم سلبا بينما أيضا زي مشاهدين صرح محمد لاسات قائلان المنتخب الوطني الأقل من 20 سنة خاد أربع تربصات فقط ما يعني أنه لم يكن من أمامنا الوقت الكافي للتحضير بشكل جيد رغم تسجيلنا لبعض النقاط السلبية الخاصة في مواجهة مصر وإلا أننا خرجنا بالعديد من الأمور الإيجابية لحد الآن حيث هناك ثلاث لاعبين أظهروا إمكانيات تسمح لهم بالأرتقاء للمنتخب الأول في المستقبل القادم سنعمل مستحيل لبلوغ الدور الثاني في هذه البطولة وأنا حسب عبارة الشخصية لولا تغيير بعض اللاعبين وتصحيح بعض النقاط في هذه المباراة لما نحن كنا من المقصيين في هذه البطولة بطولة كأس العرب ولكن ألف مبروك المنتخب الوطني الجزائري مدى بكم أزموا الشهدين ما تطيحوش المورال لللاعبين الجزائر مدى بكم تساهموا في تحفيزهم أكثر فأكثر من أجل الصعود إلى مراتب عليا في هذه البطولة والذهب بعيدا فهذا كان تصريح أحد لاعبين منتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة وكان هذا فيديو اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته